راجبا يا دكتور في الشخصيات التوكسك أو السامة اللي بقنا عايشين معاهم أكيد طبعا بقوا شخصيات يعني عددهم كتير خاصة لما بنيجي بنشوف الأرقام والإحصائيات اللي بتكلم عن معدد الحالات اللي هي عندهم أمراض نفسية موجودين في المجتمعات ككل احنا عندنا كتير هم معديين عمتا أكتر من ربع المجتمع يعني أكتر من 25-30% دي الأرقام أو النسب اللي بتروح لدكاترة أو أطباء فبالتالي قدروا يحصوها إنما طبعا ممكن يكون العدد أكبر من كده ولا بيروحوا هم للدكاترة ولا ضحاياهم ممكن كده أو ممكن كده آه زي ما حرك قلت كلام جميل جدا إلا بشوف فعلا إن إحنا سعب بنتطار نروح للدكاترة نفسية بسبب تعاملاتنا مع ناس مرضى نفسين خلونا إحنا كرهين الدني طبعا لأنه هم في الآخر مش شايفين نفسهم عندهم مشكلة وإحنا اللي عندنا هذه المشكلة كمان من نواقع المشكلة اللي إحنا عايزين نقولها أو اللي إحنا منتكلم فيها عايزين نقول حاجة مهمة جدا لازم أقيس العلاقات بتاعتي مدى إن هي كانت علاقة صحية ولا مش صحية أيوة يعني إيه بإعلاقة صحية أو مش صحية يعني إيه علاقة صحية هقول للناس كلمات بسيطة ومجازة تعرفهم عايشين في علاقة صحية ولا مش صحية العلاقة الصحية هي اللي ما تعمل ليش أزمات أو مشكلات كبيرة في حياتي أول حاجة يبقى أنا مش طول الوقت عندي مشاكل مع علاقة فين الصحية في كده. وأنا طول الوقت مع هذه العلاقة عندي مشكلة. نمرة اتنين. العلاقة الصحية اللي ما بنتكلم بقى على إيه؟ على زوج وزوجة أو شركاء حياة. لازم يكون مشاعري تجاه الطرف الآخر بتزيد. حتة إنه هي بتقل. ده شيء مش طبيعي أو شيء يعد نوع شركة صحية. سهم بيقولك في الإخير بعد ما بنتجوز أو بنبقى في علاقة. في الأول بيبقى أعجاب. بعد كده حب. بعد كده خلاص بقى يعني بيبقى اللي عيشرة أو إن إحنا عايشين مع بعض وخلاص. بنبقى بقين على عيشرة. بس بتزيد الحب بيزيد ولا الحب بيقل. لا المفترض إن الحب يزيد مع التعور ومش مع إحنا مع التعور بيبقى عندنا ملل. بس في الطبيعي إنه هو مبقاش ملل بالعكس أنا عرفت الشخص اللي قدامي وهو عرفني. فالمفروض مشاعري إنه حياته تزيد لأنه ابتدى يقدم لي حاجات كانش بيقدمها لي قبل كده. شفت منه مواقف ما كنتش بقدر أشوفها في فترة الخطوبة إنما إنما يحصل العكس يبقى العلاقة كده مش صحية أو ماشية في طريق مش مصبوط. كمان لازم إحساسي بنفسي أنا كمان يزيد لأن أنا راجل اللي قدامي بيحبيني. فبالتالي أنا حاسس بنفسي حاجة كويسة. يعني إن أنا بقى في علاقة ما حد لازم أحس بأمان وإن أنا مبسوط وإن أنا ورايا سند وضهر. طبعا. يعني إيه بقى علاقة سامة أو علاقة توكسك وإيه سمات الشخص التوكسك؟ علاقة سامة يعني اللي بتعملي زي ما احنا قلنا أزمات كثيرة في حياتي. ما حاسساني بإن أنا تأدير الزاتي أولايل تأدير الزاتي نفسه أولايل. اهتمامي بالطرف الآخر وبنفسي عملي قل مش عملي زيد. فدي طبعا العلاقة سامة لأن أنا عايزة أبعد عن هذا الطرف. أما الشخص التوكسك هو يعني الشخص اللي طول الوقت بينطقت طول الوقت عملي. يعني أتكلمها طبعا بأبسط الصورة في الناس تعرف. آه يريد عشان أنه في الناس بتفرج علينا من أرياف أو من محافظات. فبنكون عايزين نتكلم بلغة بسيطة جدا ناس كلها ترفهمها برضو حتى اللي في المود. طول الوقت بينطقت طول الوقت بيزعق طول الوقت عملي مشكلات في كل وقت ما بيقبلش النقد ما بيقبلش الكلام معاه ما بيقبلش حتى الاعتذار. احنا عندنا في قصة زي اللي حركة بنتكلم فيها واحدة عشان نسيت روشيتة بتاعت الطبيب أو نسيت حاجة فما فيش حتى قبول لحاجة بسيطة زي كده. أقول لها مش هروح ومش هعمل أي حاجة. طبعا. طب بس أنا حيزة أقول لها حركة لحاجة هو التوكسك هو أو السام هو النرجسي؟ لا يعني ما هو النرجسي أكيد شخصية سام يعني ما هو أكيد شخصية نرجسي ده مش ممكن هنقول عليه أنه هو شخصية جميلة وودودة وحلوة أو شخصية. انت شايف اللي بيزيها نرجسي؟ شايف أنه هو عنده بعض السمات النرجسية من اللي هي حكيته عنه عشان كده مش عايزة أطلق وصف نرجسي. إيه الفرق من أن حد يبع عنده السمات؟ يعني النرجسي الصرف ده بيبع عمل إزاي؟ لا ده فيه أكتر من 8 أو 10 صفات كلهم صفات نرجسي. اللي هي حتة أنه هو دايما متعالي أنه هو ما بيقبلش النقد أنه هو بيزع طول الوقت أنه هو مش رفش نفسه خطأ أبدا. دايما بيحاول يقلل من اللي قدامه دايما بيحاول يوصل قدامه أنه هو دايما غلط. دايما من نظرته نفسه هي علوية ونظرته للآخر هي نظرة دونية طول الوقت فبالتالي ده شخصية فيها حاجات كتير. دايما دايما عايز أنه هو يقضي على الضحية اللي قدامه. طبعا ما بيرتح شغل بكي. ما بيرتح شغل بكي. والغريبة أنه هو مش عايز يسيبها. يعني أنت ممكن تسيبها في حالها بقى خلاص أنت لا هو عايز يتمسك بالضحية اللي قدامه لأنه هو بيتلزز بتعذيب هذه الضحية بالصفات اللي احنا منقولها. دي بيكون بالنسبة له بتديله باور وبتديله قوة كأنه بيعيش بهذه الصفات. كأنه ده الأكل اللي بيأكله أو الشرب أو الحاجة اللي هو بيعيش بيتغذى على هذه الضحية. تيجي تقوله طلقا ما رداش يطلقها. تيجي تقوله طب يا أبدا روح بيئة قالي لا. لو راحت يوم واحد عايزها موجودة معاك للوقت. بيبقى حب تملك يعني؟ ولا ما فيش حب أصلا ولا هي بتاعته؟ هم بيقولوا حب تملك ويقولوا إن هي حد بتاعته. إنما زي ما قلت حريك هو بيتلزز بوجود هذا الطرف موجود عنده فهو شايف إنه هو مصيطر بوجوده. ده عدد كبير جدا بس إحنا يعني بنقول إن فيه بقى فيه منهم عنده بعض الصفات لسه ما كملش يعني لسه نرجسي صغير يعني مع الوقت لو زادت الصفات دي بنقضى نقول. هو هنا بتكلمنا إنه هو عصب ما بيقبلش النقضي يعني مش عاهر بقى هو بيتلزز لسه ما شوفناش.